تواصل مصر جهودها الهدفة إلى دعم الشعب الفلسطيني وإعادة التهدئة ووقف التصعيد في قطع غزة جهود ومساع تعكس أهمية القضية الفلسطينية وتصدرها لأولويات الدبلوماسية المصرية إنها مصر حصن أمان العرب ولسان الدفاع الدائم والأبدي عن قضاياهم لا سيما القضية الفلسطينية فهي قضية العرب وقضيتها الأولى على مر العصور قدر فرضته مواقفها الراسخة في حفظ سيادة الدول وأمن الشعوب وحفظه التاريخ عن ظهر قلب دون الحاجة لتبرير أو تأويل فبينما يحاول الجميع التنصل من وصمة العار التي أصابت جبين الإنسانية بلا استثناء ويخوض البعض معركة الحفاظ على ماء وجهه الملطخ بدماء الفلسطينيين سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وإنسانية بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الآخر من أجل الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته فوفق موقف ثابت ووجهة نظر راسخة تنضي مصر دائما وأبدا في جهودها على كافة الأصعطة وبدعم غير محدود مؤكدة رفضها لأي عدوان أو فكرة تهجير تطرح من أي طرف كان فمصر تشدد دائما على أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية وفي هذا الإطار طالما حذرت مصر من أي حلول أحادية من كلا الطرفين من شأنها تعميق الصراع واتساع رقعته في المنطقة وكانت مصر أول من اقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة وهي الرؤية التي شكلت أساس المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة من هذا المنطلق وبتنصيق مع كافة الأطراف المعنية لم تدخر مصر جهدا من خلال اتصالات مكثفة وعاجلة مع كافة الأطراف سواء الإقليمية والعربية أو الدولية من أجل البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار والتي توصلت لهدنة إنسانية مؤقتة استمرت على مدار نحو إسبوع في نوفمبر الماضي تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة وبناء على تلك الهدنة كثفت مصر جهودها مرارا وتكرارا ومن خلال عدة محاولات مختلفة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين سعيا لحقن دماء الفلسطينيين وخلال هذه المحاولات لم تتحرق مصر بشكل منفرد بل في إطار أشمل مع الحرص على إطلاع الأطراف كافة على أي تطورات أو مقترحات أولا بأول لتتواصل المحاولات لشهور بمشاركة جميع الأطراف سواء بالصراع أو بالوساطة حتى عادت لتتعثر مجددا مع إصرار كل طرف على التشبث بمطالبه ورغم ذلك لم تتوقف مصر في مصارها التفاوضي حتى اللحظة الأخيرة داعية للجميع للتوصل إلى هدنة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني وتحقن دماءه كما تواصل مصر جهودها الدبلوماسية الحثيثة وباقتدار في مواجهة ادعاءات الاحتلال وتوضيح المفهوم الصحيح للقضية الفلسطينية أمام المزاعم الاسرائيلية وبينما تنضي مصر في إضافة محطات مضيئة لتاريخ دورها المحوري لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان تتشبث مصر بالقواعد الدولية والاتفاقات التعاهدية وتؤكد احترامها للقانون الدولي في كل خطوة تخطوها أو تصريح تدلي به هي إذن مصر التي تنضي دائماً وأبداً لنصرة الشعب الفلسطيني مهما بلغت التحديات وهي مصر التي لا تلتفت للأكاذيب والمزاعم التي تطلق بحقها أيما كانت جهتها فأهدافها واضحة وسياستها ستظل سابتة ومتمسكة بالمسار السياسي التفاوضي مهما كانت حلقاته صعبة ودروبه معقدة هي حصن القضية الفلسطينية ليس مجرد لقب أو شعار تقلدت به أرض الكنانة بل منهج يشهد عليه التاريخ وتسير مصر على خطاه على مر العصور